أهلا كله بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد ربنا يدعي كل أيامنا أعيادي يا رب العالمين ويعيد كل عيد القيامة المجيد وكل عيد يدعي علينا بخير وعلى مصر بخير وإن شاء الله اللي جاي كله خير لمصر بإذن الله وبمناسبة الأعياد إحنا عارفين معلش هي بره الموضوع شوية إنما إحنا عارفين دايما إن الزمالك كان زمان أياما كان قوة قروية كبيرة كان الزمالك دايما فيه في الأعياد ويعمل فصل بايخ وكده ويخسر يعني صدفة النهارده أن يخسر في الـ 94 زي ما قالوا لي في الإيربيز دلوقتي قابل الماتش مخلص بيديه وخسر ماتش بس الموضوع ده بقى ما لهش علاقة بالأعياد الحية لا الموضوع في حاجة لابد من وقفة لأن النادي الزمالك ليس بأي نادي نادي كبير أحد أكبر أندي مصر نادي لا عريق له بطلات وله تاريخ له دمهير كبيرة وما ينفعش اللي بيحصل ده ما حدش يقول لي أن اللجنة المالية الموجودة هي السبب دايما في الرياضة في الرياضيات مش في الرياضة لما تبقى في معادلة رياضية وفي خطأ في التطبيق في الآخر ما تطلعش النتيجة اللي هي المطلوبة لأن في الرياضيات لازم هيطلع رقم معين في الآخر اللي بيبقى مطلوب إثباته فدايما بيشوفوا أطراف المعادلة لغاية ما بيلاقوا الطرف الغلط الحياة كل الأطراف بتاعت أي نادي في أي حتة في أي مكان في القورة فريق قورة جهاز فني وإدارة بتاعته فيه إدارة بتاعت نادي إحنا فريق القورة في نادي الزمالك في تاريخ نادي الزمالك مجلش لعيبة في الفترة الزمنية في فترة زمنية قصيرة قدر دخلوا النادي وتلعوا من نادي في تاريخ نادي الزمالك يعني نادي الزمالك كان طول عمره وزمان وحتى الاهل كان كده كان عدد اليمين مبرق ليل ابتدى يبقى العدد الكبير والاعتماد احتراف بقى له احتراف طيب يا سيد احنا موفقين احتراف طيب فين ولاد كنت اللي بتربوهم لا في الاهل والزمالك على كده موجودة على فكرة ما نكتشف انه فيش حد بيطلع وعملين اشتري 15 لعيب وانبيح 90 لعيب وكلام ده كل القطرة العدد ده اتغير عدد لعبين بما اخل بقوام الفريق الاساسي او بقوام الاساسي لاي فريق ده الجوز عدد المدربين اللي تم تغييرهم الطرف الاخر في المعدلة اعتقد حضراتكم عارفين تعريبا كل 14 مدرب وهذا امر لا تستقيم له اي امور اذا المشكلة عندنا مشكلة في الادارة حقيقة الامر علينا ان واله الامر بصراحة مشكلة في الادارة هو ده الموضوع دلوقتي اللي في نادي الدمالك اما ان يكون نادي كبير بالتاريخ نادي الدمالك ليس في حالة لتعريف ويحصل هذا الكلام فيه ومش عارف حتى يحصل المركز التاني لا ده مرضيش حد